اشتركوا في القناة او مهندس او استشاري بيشرف على مزارع بتشتغل تصدير سواء نباتات طبية وعطرية او خضر او فكهة نبات تقلل من متبقيات المبيدات او بمعنى تخلي النبات نفسه يقدر يقلل من متبقيات المبيدات او يقصرها او يتخلص منها الكلام ده اتعمل عليه ابحاث كتير جدا ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو فيه تنبيه مهم جدا مش معنى ان احنا هنجيب حاجة بتقلل المتبقيات يعني انا افتح ايدي في المبيدات وارش براحتي وهرش الحاجة دي فهتقصر لا الكلام اللي احنا نتكلم فيه الحاجات اللي ممكن تخلص النبات من متبقيات المبيدات البسيطة اللي هي جيالة عن طريق التلوس بمعنى ان الجماعة بتوع النباتات الطبية والاطرية والمشكلة دي حصلت لناس كتير جدا بيكون زارع ارضه ومرشش اي مبيد والشغل بتاعه لازم ما يزهرش فيه اي مادة فعالة ياجي ياخد العينة بتاحته يلاقي عنده زهر مادة فعالة بيكون تركيزاتها ضعيفة لكن زهرت وبالتالي بيتم رفض الطلبية بتاحته المشكلة دي بيكون راجعة ان بيكون جنبك مزرعة فيها رش بالمبيدات وحصل تلوس عن طريق الرياح او بمية الرية نفسها حصل تصرب للمبيد من اي مزرعة ووصل ليه طيب في الحالة دي انا ممكن اعمل ايه للنبات علشان يقدر يقاوم او يقدر يقصر المبيد او يقدر يوصل لمرحلة ما يكونش فيه مبيد او المتبقيات البسيطة النهاردة احنا هنناقش ورقة بحسية اتنشرت في 2018 وفي مجلة لها رانك كبير وهي مجلة سويل اندكروب ساينز تم نشر ورقة مرجعية في عام 2018 عن استخدام مادة البرازينوسترويد تم عمل بعض الدراسات الكتير جدا الورقة المرجعية دي جمعت ملخصات هذه الابحاث ومدى تأثير استخدام مادة البرازينوسترويد وقدرتها على تكسير المواد الفعالة او المتبقيات المبيدات وكان ملخص الابحاث اللي تم تجميع الورقة المرجعية دي منها بيقول ان البرازينوسترويد بيعمل ثلاث حاجات داخل النبات او ثلاث خطوات عشان يقدر يكسر المواد الفعالة الخطوة الاولى وهي عملية انتاج او تسهيل انتاج بعض الانزيمات الخاصة اللي بيتكسر المواد الفعالة والخطوة التانية ان البرازينوسترويد بيساعد على ارتباط السموم او المواد او المتبقيات المبيدات مع الجلوتاسيون والجلوكوس والمرحلة التالتة بيتم تجميع هذه النواتج من عملية الارتباط وتجميعها في الفجوات والاوتوبلاست وبالتالي يتم التخلص منها وفي النهاية التوصية بتاعت الورقة المرجعية بتقول ان كان تركيزات استخدام المواد زي البرازينوسترويد بتركيزات من 200 بي بي ام ل400 بي بي ام ادت الى تكسير وتقليل متبقيات المبيدات المهمة زي المواد الفسفورية العضوية والكربامايت فيما حصل كتير جدا زي النباتات الطبية والعطرية والطماطم والارز والفاكهة زي العناب وتم توصيء تكسير بعض المتبقيات من 30 ل70% والرقم ده كبير جدا في تكسير المتبقيات وده كان الملخص بتاع الورقة المرجعية وعلشان اديك نبزة عن الموضوع ده الموضوع ده اتعمل فيه ابحاث كتير جدا وعلى مواد كتير جدا واشهرها هي الانتي اكسيدنت واشهر المواد اللي تم عمل ابحاث وكانت نتائجها كويسة طبعا كان رقم واحد البرازينوسترويد رقم اثنين السلسيلك اسيد رقم ثلاثة الاسكوربيك اسيد والاتشي تو اوتو كانت دي اشهر المركبات اللي ممكن حضرتك تبحث عنها وتلاقي ليها جزء كبير جدا في موضوع تكسير المتبقيات المبيدات او تقليل الريسيديول داخل النبات وطبعا المواد اللي احنا ذكرناها دي بيكون استخدامها بنسب قليلة جدا بتكون بالبي بي ام بتركيزات بتتروح من المية الميت بي بي ام ميتين بي بي ام وربعمية بي بي ام خمس ومية بي بي ام لكن ما بنرفعش التركيزات لاعلى من كده عشان ممكن تحصل معايا سميا يا رب اكون افدتكم ولو عجبك الموضوع ممكن تسيبلينا في الكومنتات هل ممكن نكمل في الجزئية دي ونحاول نبحث ونجيبلكم ابحاث في النقطة دي ولا كفاية علينا ان احنا فهمنا الموضوع ونبدأ نبحث احنا فيه لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل وتبص على الابحاث اللي احنا جمعنا منها الفيديو موجودة في لينكات تحميل في وصف الفيديو اسفل الفيديو وفي النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان تفيد غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته